اشتركوا في القناة كاستل سقرات بفرنسا بمشاركة سبعين فارسا وفارسا من مختلف دول العالم وذلك لمسافة مائة وعشرين كيلومتر وأكد سموه أن ما يوهل الفريق الملكي للقدرة تحقيقه من إنجازات جاء بفضل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأعرب سموه عن خالص تهني بهذا الإنجاز المشرف الذي يؤكد على المستوى العالمي الذي وصل إليه الفريق الملكي للقدرة بقيادة سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وأشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة وشيدا بما حققه الفريق الملكي للقدرة في بطولة العالم من إنجاز فيما هنأ سموه فرسان دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة الفوز بالمركز الأول في البطولة على المستوى الفردي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة